الله يعطيكم العافية المحاضرة الخامسة لح نحكي فيها عن القشرانيات المعدنية من أكترها أهمية عند الإنسان هو الألدوستيرون بالإضافة للألدوستيرون في عندي كمية ضئيلة من مركب ديوكسي كورتيكوستيرون أو الدوك اللي كان أيضا يصنع وينعطى كدوى فيما مضى وتأثيراته واستقلابه مشابهة نوعيا لتلك العائدة للألدوستيرون وفي عندي كمان ستيرويد قشراني معدني تصنيعي اسمه فلودروكورتيزون وهو من أكتر القشرانيات المعدنية المنصوفة في بعض الحالات بالنسبة للألدوستيرون مثل ما بنعرف يتم تصنيعه في إحدى طبقات قشر الكذر ويخضع بشكل عام للهرمون النخامي ACTH ولكن ليس بشكل كلي يعني خمسين بالمئة مسؤول عن إفرازه هو النخامي عبر الـ ACTH بينما هناك عوامل أخرى مسؤول عن إفرازه مثل جملة رينين أنجيوتنسين يعني مو مثل الكورتيزول إذا ما فيه ACTH الإفراز الألدوستيرون ينخفت فقط إلى النصف هذا يدل مثل ما قلت أنه في عوامل أخرى تسهم في إفرازه التأثيرات الفيزيولوجية والطبيعية الألدوستيرون وسواه من القشرانيات المعدنية يعمل على تحسين إعادة انتصاص السوديوم بشكل رئيسي من الأنابيب الكلوية خاصة الإنبوب البعيد والإنبوب الجامع ويرتبط بذلك بشكل ضعيف مع أطراح شوارد البوتاسيوم والهيدروجين مثل ما لحنشوفها بالشكل إعادة انتصاص السوديوم مرتبطة بزيادة طرح البوتاسيوم أيضا يعمل على إعادة انتصاص السوديوم من الغدد العرقية واللعابية والمخاطية المعوية وغيرهم من الأخشية إذن هو يحسن إعادة انتصاص السوديوم بشكل رئيسي في الأنابيب الكلوية وفي أماكن أخرى مثل ما أن الغدد العرقية واللعابية وغيرهم لذلك أنا إذا في عندي حالة كميات كبيرة من الألدوستيرون نتيجة ورم أو فرض جرعة قشرانيات معدنية خارجية فأنا بدي أتوقع احتباس سوديوم وهبوط بوتاسيوم الدم وقلبنة استقلابية وزيادة حجم البلازمة نتيجة احتباس سوديوم وارتفاع الضغوط الشرياني فكان عمله الرئيسي مثل ما أن الانبوب الكلوية والبعيد والانبوب الجامع هاي مقطع عرضي في الانبوب الكلوي وهي الرشاحة الحاوية للسوديوم وهي الخلية الانبوبية وهذا مجرى الدم فالالدوستيرون يعمل على إعادة انتصاص السوديوم من الانبوب الكلوي البعيد كيف؟ شو طريقة إعادة انتصاص السوديوم من الانبوب الكلوي البعيد والانبوب الجامع هذه الخلية الأنبورية كبرناها تحفي الخلية الأنبورية متخص صوديوم بوتاسيوم التبادلية للإكسيتشينجر التي تعيد امتصاص الصوديوم من الرشاحة إلى مجرى الدم مقابل خروج البوتاسيوم بالحقيقة الألدوستيرون يؤثر في هذه المضخة وينشئ هذه المضخة ما هي آلية عمل القشرانيات المعدنية؟ في الواقع القشرانيات المعدنية إلى مستقبلات في السيتوبلازما الخلية المستهدفة خاصة الخلايا الرئيسية في الأنابيب الجامعة والبعيدة للكلية وهي ليرتباط بمستقبلات تفعيل عملية ترجمة لمضخة صوديوم بوتاسيوم التي شفناها وقنوات الصوديوم الظهارية نحن رد نشوفها هذه الخلية الأنبوبية وهي الألدوستيرون يدخل إلى داخل الخلية الأنبوبية ويرتبط مع مستقبل خاص اسمه مستقبل الألدوستيرون بشكل كومبليكس وهالكومبليكس هذا يقود إلى النواة والنواة تحوي الـ DNA الذي يحوي الكود الخاص بتصنيع مضخة صوديوم بوتاسيوم فيتم تفعيل عملية ترجمة وتخليقها المضخة هي وتنشأ مضخات جديدة مضخة صوديوم بوتاسيوم الفلودروكورتيزون هو السيرويد قشراني معدني تصنيعي له نشاط معدني ونشاط سكري وهو من أكثر القشرانيات المعدنية استخداما يعطى بجرعات فموية 0.1 ميلي جرام عدة مرات باليوم للحصول على تأثيرات حابسة للأملاح ويستعمل في قصور قشر الكذر المترافق مع نقص قصور القشرانيات المعدنية طبعا أنا أعطيته بجرعة صغيرة 0.1 ميلي جرام هاي جرعة يظهر فقط التأثير المعدني لذلك هالجرعة ما بتعطيني تأثيرات مضادة للالتهاب أو مضادة للنمو يعني مقوضة للبناء البروتيني نجي لمعاكسات القشرانيات الكذرية وأولهم مصبتات تصنيع ومعاكسات القشرانيات السكرية والكيتوكونازول كيتوكونازول هو بالأصل مضاد فطري مشتق من مركب إيميديازول وهو مصبت قوي وغير اندقائي للستيرويدات القشرانية والجنسية يصبت الأنزيمات المسؤولة عن تصنيع الهرمونات انطلاقة من الكوليسترول ونحن الستيرويدات القشرانية والهرمونات الجنسية كلها تصنع بدءا من الكوليسترول إن حساسية أنزيمات سايتوكروم B450 المسؤولة عن تصنيع الستيرويدات حساسيتها لمركب الكوتوكونازول في نسج السديات أقل بكثير من تلك المطلوبة لمعالجة الإصابات الفطرية لذلك أنا إذا بدي أعطيه كمصبت لتصنيع السيرويدات القشرانية بعطيه بجرعات كبيرة حتى يصبت لأنزيمات سايتوكروم B450 المسؤولة عن تصنيع الهرمونات إيمتا بستعمل مركب كيتوكونازول بستعمله لمعالجة المرضى اللي عنده متلازمة كوشنج الناتجة عن عدة أسباب يعطى بجرعات ابتدائية صغيرة لتخفيض مستوى القشرانيات المرتفعة وتحسين الحالة السريرية ألم بأن زيادة الجرعة محكومة بالسمية الكابيدية لهذا المركب أبيراتيرون وهو من أحدث مصبتات تصنيع السيرويدات القشرانية ينقص تصنيع الكورتيزول في قشر الكذر والهرمونات الجنسية في أعضاء المناسل ويؤدي ذلك إلى زيادة معاوضة في الـ ACTH طبعا أنا بدي أتوقع وأتبصبت تصنيع الكورتيزول في قشر الكذر النخامي لإحتباع الزيادة في الـ ACTH مما يؤدي إلى زيادة تصنيع الألدوستيرون لذلك أنا بأعطي معه ديكساميتازون لتصبيت محور وطاء نخامي وهو فعال فمويا ويعطى حاليا لمعالجة سرطان البروستات الميفي بريستون وبخلاف المركبات السابقة يعمل على معاكسة مستقبلات السيرويدات حيث يعمل على عدم تفعيل مستقبلات القشرانيات السكرية عبر النصف طويل حوالي 20 ساعة ويرتبط بقوة وبنسبة كبيرة إلى بروتينات البلازمة يعطى فمويا لمرضى متلازمة كوشنج الناتج عن إفراز منتبذ للـ ACTH أو سرطان الكذر ويخفف كثيرا من الأعراض تبع متلازمة كوشنج خاصة ارتفاع أو عدم تحمل السكر واحتباس السوائل ولذلك يعيد الضغط الدموي إلى الطبيعي ويصحح تصبيت الغدة الدرقية وأعضاء المناسي ويحسن الأعراض النفسية المرافقة لمتلازمة كوشنج أيضا يعاكس تأثير هرمون بروجرسترون عند النساء بسبت الحمل ويستعمل لهذه الغاية من ناقشه مع الهرمونات الجنسية معاكسات القشرانيات المعدنية في عندي مركب واحد يعاكس تأثير الألدوستيرون على مستقبلاته اللي شفناها وبذلك يحجب أو ينقص أفعاله المحيطية سبيرانولاكتون هو معاكس الألدوستيرون طبعا بدأ تأثيره بطيء لأنه هو يعاكس تأثير الألدوستيرون على بناء مضخات جديدة فحتى تنقص عدد المضخات هيبدة وقت وأيضا تأثيره وقت بوقفه بده يومين أو ثلاثة حتى يرجع الألدوستيرون ينشئ مضخات جديدة طبعا نستعمله لمعالجة فرط الألدوستيرون الأولي يمنع هذا الدواء كثيرا من مظاهر فرط الألدوستيرون وهو مفيد في تخفيف أعراض هذه الحالة عندما تتأخر الإذالة الجراحية لقشر الكذر طبعا شو أثاره الجانبية؟ فرط بوتاسيوم الدم لا نظمية قلبية اضطرابات في الدورة الشهرية كونه يشابه الألدوستيرون ويشابه الهرمونات الجنسية الاستروجين وبروجسترون عند المرأة المسؤولين عن الدورة الشهرية فبيعمل تشويش في الدورة الشهرية التسدي عند الرجال بيعمل تهدئة أيضا وصداع واضطرابات هضمية الأبلي رينون وهو أيضا شبيه بالسبيرانولاكتون أحدث منه أيضا معاكس الألدوستيرون حاليا استعمال السريري لمعالجة ارتفاع الضغط والفشل القلبي